في ظل الانخفاض القياسي للعملة التركية يواجه المستثمرون العراقيون في مجال العقارات أزمة تتمثل بامتناع المقاولين عن تسليمهم العقارات التي اشتروها على نظام الأقصاط مقابل دفعهم لقيمة فرق العملة التركية مقابل الدولار العقارات في تركيا كانت أحدى أبرز الوجهات التي يقصدها المستثمرون والاسيام العراقيون منهم ولكنها اليوم وفي ظل الانخفاض غير المسبوك للعملة التركية أمام الدولار باتت استثمارا غير آمن يؤرق التجار العرب خصوصا بعد أن امتنعت شركات الانشاءات التركية عن تسليم العقارات لأصحابها الذين ابتعوا شققهم على نظام الأقصاط مقابل دفعهم لقيمة فرق العملة مقابل الدولار قبل كانت يأخذون الأقصاط بالليارات ومقسميها على أشهر لمدة محينة مثلا عدد من السنين حتى تدفع الأقصاط مانتها بالليارات بس كانت الليارة بوقتها مثلا الدولار كان 1200-1400-1600 هسا حاليا صار 2700 قام وهم يطالبون الناس حاليا بالدولار ضمن العقود الموقعة بين الطرفين ما من بند يقضي بدفع بقية الأقصاط على قيمة العملة مقابل الدولار لكن التعاند المقاولين والبيروقراطية في معاملات الأجانب يقفان حجر عثرة في وجه لجوء المستثمرين العرب إلى أروقة القضاء التركية بعض الشركات التركية تقوم باستغلال المواطنين الأجانب خصوصا بعد انخفاض قيمة العملة التركية أن هذه الحالات فردية ولا تقاس بالضرورة على شركات المقاولات التركية بصورة عامة نحن نقدر الضرر الذي يلحق بهؤلاء ولكن للأسف لا نستطيع حل هذه المشاكل العراقيون في صدارة مشهد تملك العقارات في تركيا بحسب تقرير لإحدى شركات المقاولات بما يزيد على خمسة آلاف عقار مسجل لكن هذا الرقم على المحاك لسيما بعد التجديد تركيا لإجراءات الإقامة وتوجهها للحد من الوجود العربي فيها خلال الأعوام الأخيرة تزايدت وتيرة السملك العراقيين للعقارات في تركيا لسيما بعد إصدار قانون الحصول على الجنسية التركية مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار لكن الخطوات الأخيرة من الجانب التركي حدت من هذه التوجهات ودفعت البعض لإعادة النظر بأمان هذا الاستثمار غدير الحسن الرابعة استنبول ترجمة نانسي قنقر